السلام عليكم مشاهدي قناة منارة الصحة لطالما اعتبر الناس الشمندر الأحمر مجرد خضار عادي لكن ماذا لو أخبرناكم أنه أحد الخضروات الصحية التي استعملها الإنسان كغذاء هم منذ عصور خلت لما يحتوي عليه هذا الجزر من معادن وفيتامينات وسكريات للطاقة وكذلك أحماض أمينية لكن قبل أن نتابع حلقتنا ادعمنا بوضع لايك للفيديو والاشتراك بالقناة مع تفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد أنيا غاي خبيرة في التغذية والحمية الغذائية من ميو كلينك في روتشستر بولاية مينيسوتا الأمريكية ترى أن الشمندر الأحمر ليس خضار منخفض السعرات الحرارية فقط بل إنه يساعد أيضا على الهضم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويزيد من الأداء الرياضي حسب ما جاء في الموقع الألماني المعني بشؤون الصحة هاي البراكسس نيت وجاء في موقع هاي البراكسس نيت أيضا أن الشمندر الأحمر يحتوي على ما نسبته 90% من الماء وكل 100 جرام من هذه الخضروات الجزرية لديها 41 سعرة حرارية فقط بالإضافة إلى ذلك فإن الشمندر الأحمر غني بالمعادن مثل الكالسيوم والفسفور والبوتسيوم والماغنيسيوم الحديد وكذلك فيتامين به وفيتامين سي وحمد الفوليك والآن استمعوا إلى هذه البشرة الصارة لمرضى القلب أظهرت دراسة طبية حديثة أن تناول عصير الشمندر أي البنجر المركز يعمل على تعزيز القوة العضلية بين المرضى الذين يعانون من قصور في وظائف القلب وقالت أستاذة الطب في كلية طب جامعة واشنطن ومعدة الدراسة الدكتورة ليندا بيترسون إننا لاحظنا تغيرات قوية في القوة العضلية بعد حوالي ساعتين من تناول عصير البنجر المركز بين المرضى ويعتقد الباحثون في معرض أبحاثهم المنشورة في العدد الأخير من مجلة كسور القلب على الإنترنت احتواء عصير البنجر على نترات عالية يمكن أن تساعد في تحسين القوة العضلية بين المشاركين في الدراسة وفي وقت سابق توصلت الأبحاث إلى أن النترات الغذائية تعمل على تحسين أداء العضلات لدى العديد من الرياضيين ويحتوي عصير البنجر على أكسيد النيتريك الذي يعرف بفعليته في استرخاء الأوعية الدموية فضلا عن آثاره المفيدة الأخرى فيما يتعلق بعملية التمثيل الغذائي ولكن مشاهدين الكرام ماذا عن فقر الدم؟ استمعوا جيدا إلى هذا الخبر البنجر من أكثر أنواع الأطعمة المفيدة للدم والتي تمنع الإصابة بفقر الدم الأنيميا حيث يعملوا على زيادة إنتاج قراية الدم الحمراء وزيادة معدل هيمقلوبين الدم بسرعة كبيرة كما أنه يحتوي على فيتامين جيم الذي يساعد في عملية امدصاص الحديد من الطعم ويفتح الشهية لتناول كميات أكبر من الطعم ويمنع حدوث اضطرابات في الدورة الدموية والآن أعزائي مشاهدي قناة منارة الصحة سنتعرف سويا على بعض من فوائد الشمندر الأحمر أو ما يسمى بالبنجر أولا خلط ضغط الدم يمتز الشمندر بأنه غني بالنترات التي يتم تحويلها في الجسم إلى أكسيد النيتريك والذي يعمل على توسعة الأوعية الدموية بحيث يمكن نقل الأكسوجين والمواد الغذائية بشكل أفضل كما أن تحسين الدورة الدموية يقلل من ضغط الدم ثانيا تحسين وظائف المخ يساعد أكسيد النيتريك على توسعة الأوعية الدموية الموجودة بالمخ وتتضح هذه الميزة خاصة لدى كبار السن وهنا يعمل الشمندر كمحرك للدماغ ثالثا دعم وظائف الكبد يمكن أن يساعد تناول الشمندر يوميا على تقليل تراكم الدهون في الكبد وهذا بسبب البيتين الذي يعزز من وظائف الكبد ويقلل أيضا من نسبة الكولسترول رابعا المساعدة على الهطم يعد الشمندر من الأطعمات الغنية بالألياف ولذلك فهو يقلل من خطر الإصابة بالإمساك كما أنه يمتز بتأثير إيجابي على الهطم خامسا المساعدة في علاج الأمراض المزمنة يحتوي الشمندر على كمية كبيرة من البتالين وهو من فئات مضادات الأكسد والالتهابات التي تعالج الجزور الحرة وتخفف من الأمراض المزمنة والالتهابات المختلفة سادسا يزود الجسم بالبوتسيوم حيث يعتبر الشمندر مصدرا غنيا للبوتسيوم إذ أن كوبا واحدا أي 236 ميلي جرام تقريبا يمد الجسم بحوالي 12% من حاجته اليومية من البوتسيوم الضروري للحفاظ على العضلات والأعصاب ويساعدها على القيم بوظائفها بشكل صحيح وفي الختم ندعوك لمشاركة هذا الفيديو عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي فمعلومة واحدة قد تنقذ إنسانا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة